ليبانباك، المركز اللبناني للتغليف، قصة نجاح مستمرة تأسس ليبانباك، المركز اللبناني للتغليف، كجمعية خاصة لا تبغي الربح في العام 2008 من خلال الدعم المشترك المقدم من قبل مشروع اليونيدو الذي مولته الدولة السويسرية ومن قبل جمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة أصحاب الصناعات الورقية والتغليف في لبنان هدف ليبانباك الرئيسي هو تطوير وتعزيز تنفسية المنتجات اللبنانية في أسواق التصدير وذلك من خلال تحسين تغليف المنتجات وتطويرها ولتحقيق التطابق مع المواصفات الدولية قدم المركز خدمات لحوالي 200 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والزراعية أثبت ليبانباك دوره كمركز تغليف إقليمي من خلال تقديم خدمته لعدة دول عربية هو عضو فعال في المنظمة الدولية للتغليف WPO وحائز على شهادة معترف بها من قبل المركز البريطاني للصحة العامة CIEH لتنظيم التدريبات حول سلامة الغذاء أبرز الخدمات التي يقدمها المركز تصميم التغليف والعبوات التصميم المرئي والهيكلي للتغليف المعلومات التقنية الإلزامية على الغلاف تقديم الاستشارات في مجال التغليف وفي مجال سلامة الغذاء الفحوصات المخبرية التدريب وورش العمل تنظيم جولات ميدانية لمصانع في مجال الغذاء والتغليف بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها لبانباك برز دوره في نشر التوعية من خلال تنظيم المؤتمرات المحلية والدولية على مستوى رفيع وبمهنية موصوفة فكان الجندي الفاعل والفعال للمؤتمرات المنظمة بتطوير الصناعة اللبنانية وقد لقيت هذه المؤتمرات إقبالاً شديداً من الصناعيين والهيئات الاقتصادية واهتماماً من وسائل الأعلام من أبرز النشاطات التي ينظمها لبانباك سنوياً لبانونس تيودينت ستارباك وهي المصابقة الوحيدة الصباقة في مجال التغليف في لبنان والعالم العربي جاءت المصابقة لتكون وسيلة لتوعية طلاب الجامعات والصناعيين حول أهمية التغليف وتشجيع الإبداع في لبنان رافقت مصابقة ستارباك لبانباك منذ بداياته ليصبح حدثاً منتظراً من طلاب وأساتذة الجامعات والصناعيين اللبنانيين لا يمكن الوصول إلى المستهلك من دون التغليف فالتغليف يلعب دور البائع الصامت الذي من خلاله نستطيع إقناع المستهلك بشراء منتج معين فعلى التغليف أن يكون واضحاً جذاباً مختلفاً عن باقي المنتجات المنافسة كما على التغليف أن يكون سهل الاستعمال وصديق للبيئة هنا يكمن دور لبانباك في تأمين كل هذه الشروط من أجل زيادة القدرة التنفسية للمنتجات اللبنانية